برضو يا جماعة اه جزء مهم جدا في اللي هو عايز اخد اقص جزء فيديو اه مقطع فيديو من فيديو عندي. تمام? فبفتح عادي جدا مفيش اي مشكلة. وباجي على اه اول قايمة اللي هي قايمة ميديا وبقول له طبعا وبختار الفايل اه او الفيديو يعني اللي انا عايز اقص منه جزء. فبختار مسلا الفيديو ده اللي هو بتاعت حفلة بتاعة جامعة عين شمس برضو. ده فيديو كويس. ياريت بتتفرجوا عليه. اه طبعا الفيديو زي ما انتم شايفين شغال بس معمول عليه اللي هو البازل. فهنلغيها. بنيجي هاو على والجومتري. والغي بالبازل. المهم بقى يا جماعة ازاي بقى هجيب اه هقص جزء فيديو. اه بقف مسلا على الجزئية دي وبقول له وبقى يا جماعة على وبضغط عليها. وبعد كده بشغل عادي جدا جدا الفيديو. يبدأ كده ايه? بتاعي. بشوف بقى انا عايز مسلا اه الفيديو يا غاية فين? فقى شغال عادي جدا هو ما فيش اي مشكلة. غاية ما وصل لمطع معين. وآآ بوقف الفيديو عنده. تمام? زي ما احنا شايفين. طبعا ده كان حفلة من حفلات جامعة عين شمس. كانت السنة فاتت بقى قبل الكرونة يعني. المهم يا جماعة هوقف هنا مسلا وحقول له برضو آآ ريكورد. يبقى كده خلاص عمالي ايه? حفظ لي الجزء بتاعي. فبدخل على قيمة عادي جدا. وآآ بخش على مسلا كمبيوتر وبختار فيديوز. هلاقي الفيديو اهو قدام يا جماعة. واقدر اشغاله عادي ما فيش اي مشكلة. واختار من اللي هو الفي ال سي ميديا بلاير. تمام? وهيشتغل معايا وما فيش اي مشكلة. فدي برضو آآ يعني شايفها فيتشر من الفيتشرز المهمة جدا في البرنامج ال في ال سي. اهو يشتغل معايا اهو. ويهو تمام جدا. وزيفة تانية يا جماعة من دبن الوزائف المهمة لبرنامج ال في ال سي اللي هو عايز اشغل آآ فيديو من على اليوتيوب على برنامج الفي ال سي. فهنشوف كده اهو زي ما انتم شايفينه داخل على بتاعتي. القناة. وبختار منها اي فيديو. ونفترض مسلا الفيديو بتاع الفرق بين خدمات الفي آآ دي اس ال والا دي اس ال. تمام? فبضغط على الفيديو اهو بشغله. وبطلع فوق باخد اللينك بتاعه. بعمله سيليكت وباخده آآ راية كليك واقول له ايه? واقول له قابل. ثم باجي على ال برنامج بتاعي. تمام? وباجي على آآ اول قايمة اللي هي قايمة ميديا وبختار منها اوبن نتورك ستريم. وباجي هنا يا جماعة في التكست بوكس ده وبقول له بست عشان بحط ايه اليو ار ال. ثم بعد كده بقول له بلاي. وبيبدأ آآ الفيديو يشتغل. بس طبعا بيحمل شوية عشان النت آآ يعني بطيء نسبيا. فبياخد وقت. لكن لو النت السريع هيشتغل على طول. اهو يا جماعة فعلا آآ بدأ يشتغل معايا الفيديو. زيفة برضو يا جماعة من وزائف المهمة جدا اللي هي ازاي اضيف آآ لوجو على الفيديو. فباجي اهون زي ما احنا شايفين آآ هشغل فيديو عادي جدا والفيديو ده عايز احطوله لوجو بقى يعني الصورة لية. تبقى في الفيديو زي ما احنا بنشوف. فبشغل اهو الفيديو بعد كده بوقف ثم باجي على قايمة وبختار اول اختيار اللي هو افكت ثم باجي على فيديو افكتس وبختار ومن هنا جماعة هوا آآ بعمل تشيك على لوجو وببدأ احدد واعمل للصورة بتاعتي ونفترض مسلا آآ الصورة دي اهو. وبعد كده آآ بحدد طبع لها الاضاءة بقى يعني تبقى قوي متوسطة جدا. وبعد كده يا جماعة بشغل الفيديو اهو الصورة او اللوجو موجود وما فيش اي مشكلة. واعتقد دي برضو من دبن المهمة جدا واللي ما حدش عرفها كتير في برنامج الفي ال سي. اشتركوا في القناة